موسيقى الغضب الشعبي الذي اشعل قبل اسابيع محافظات العراق اثمر محاولات عراقية جدية للخروج من التبعية لنظام طهران في مجال الطاقة والكهرباء واجبر بغداد على ايجاد حلول لازمة الكهرباء المزمنة الحكومة العراقية وضعت خارطة الطريق تتضمن مجموعة اصلاحات تمهد للاستغناء عن استيراد الطاقة الايرانية خيار لا مفر منه في هذه الظروف فهي من جهة تسعى لاخماد الاحتجاجات الشعبية على الانقطاع المستمر للكهرباء ومن جهة ثانية تسعى لاجاد مخرج من ضغوط واشنطن على بغداد لوقف استيراد الطاقة من ايران الحكومة العراقية تدخل سباقا مع الزمن للاستقلال عن الكهرباء الايرانية العراق احد اكثر الدول حرا في العالم يسعى الى اجراء اصلاحات طال انتظارها تقود للاستغناء عن الطاقة الايرانية مصدر في وزارة الكهرباء العراقية اكد ان الحكومة تدرس خيارات عدة من بينها ترميم محطات كهربائية لتقليس الهدر اضافة الى استيراد الطاقة من دول اخرى بدلا من ايران خطة تسعى بغداد الى انجاز تفاصيلها خاصة مع تزايد الاحتجاجات الشعبية على الانقطاع المزمن للكهرباء والذي وصل لأكثر من عشرين ساعة يوميا اضافة الى الضغوط الامريكية المستمرة على الحكومة لمنع استيراد الطاقة من ايران وكما هو معروف فان واشنطن اعطت بغداد مهلة تسعين يوما لتجنب تابعات مخالفة العقوبات الامريكية وحسب احصاءات رسمية فان العراق يستورد ما يصل الى ثمانية وعشرين مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران الذي يستخدمه بشكل اساسي في محطات توليد الكهرباء العراقية كما يشتري بشكل مباشر الفا وثلاثمائة ميجاواط من الكهرباء الايرانية ويحتاج العراق الى اكثر من ثلاثة وعشرين الف ميجاواط في الساعة من الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجات سكانه ومؤسساته من دون انقطاع خبراء عراقيون بدأوا يطرحون مبادرات لاستبدال هذه الكمية من ايران بواردات من دول مجاورة اخرى كالكويت اضافة الى الاستفادة من الطاقة الشمسية السعودية اقتراحات اخرى بدأت تلوح في الافق منها ترميم البنية التحتية لخطوط نقل الطاقة في العراق وبحسب خبراء فان بغداد تضيع ما بين ثلاثين الى خمسين في المئة من الطاقة نظرا لقدم انابيب النقل وتهالكها الى جانب تعرض الكثير من المحطات الكهربائية لهجمات من تنظيم داعش خطط لا شك انها ستصطدم بالنفوذ الايراني الكبير في بغداد فالبوابة العراقية اساسية لطهران من اجل الالتفاف على العقوبات الامريكية معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي العراقي اياد العناز اهلا بك سيد اياد محاولات اذا عراقية الخروج من التبعية لايران في مجال الكهرباء لا يمكن ان تنجح المحاولات دون الحديث عن الجدية كيف تقيم جدية بغداد للنجاح في هذه الخطوة بسم الله الرحمن الرحيم وسأل الله وساءكم بخير سيكون دائما المشروع الايراني امام اي خطوات تغطيها الحكومة العراقية النفوذ الايراني ينهي من ان تسعى الى ان تكون هناك سيطرة تامة على مجالات الحياة في العراق ومنها المجال الاقتصادي كل الاجراءات التي تحدث عنها التقريصة تصدم بالنفوذ الايراني المتحكم بالادوات الرئيسية والوكلاء الرئيسيين الذين اسستهم ايران فيما يسمى بالدولة العميقة هذه الدولة العميقة انتشرت في جميع مفاصل مؤسسات الدولة ومنها مؤسسات الطاقة ومنها مؤسس النفط والكهرباء احنا نعلم جيدا ان ايران سعت الى ان يكون حجم التبالي التجاري الان بينها وبين العراق من 15 مليار الى 18 مليار دولار هذه الاموال الكبيرة وهذه العلاقات الاقتصادية التي استحكمت في الوضع الداخل العراقي اثرت على الوضع الخدمي يعني نحن نتكلم عن ان العراق لا يستطيع الان يشغل جميع محطات الكهرباء في وسط جنوب العراق اذا لم يستخدم الغاز الايراني الذي يستورده ليكمل عملية التشغيل وبالتالي العراق ايضا الان يصدر اكثر من 600 الف برميل يوميا من النفط الخام من كركوك الى داخل اراضي العراقية ويكرر في محطة كرمنشا الايراني ثم يعاد تصديره الى العراق طيب يعني لكن يعني العراق يسعى لاجراء اصلاحات ويتحدث انها الاصلاحات صحيح وان طال انتظارها تمهد للاستغناء عن الطاقة الايرانية لكن الحديث عن البدائل او المقترحات هل تراها عملية سيد اياد يعني هل العائق النفوذ الايراني ايضا سيعيق هذا الرفض الشعبي والضغط الامريكي الذي تواجهه بغداد هي حقيقة نعم هناك كما نعلم التظاهرات والانتفاضة الشعبية التي انطلقت في البصرة وباقي المحافظات والمدن التي كانت اساسها الخدمات ثم كانت انتهت برفض المشروع الايراني وبالتعرض الى شخصيات دينية وسياسية ايرانية وتمزيق صورهم وحقها لانه بدأ التواجد الايراني في بداية الآن في بداية اضمحلالة يعني الان نحن نرى تباشير البدايات الاولى لرفض المشروع بعد ان رفضه شعبيا عندما يرفض المشروع السياسي شعبيا ستكون على الحكومة اعباء اخرى عن انه ترتزم شعبيا كما علي ان ترتزم سياسيا لتحرر القرار السياسي من التبعية الاقليمية ومثلة بايران ولكي تعود العراق الى الحاضنة العربية وباستطاعات ذلك ان يبني مشاريع اقتصادية ويبني مشاريع تنموية مع دول الجوار والخليجية وهكما تفضل التقليل المملكة العربية السعودية الكويت الامارات وباقي الدول الاخرى العربية لكي يعود وهج العراق القومي ودوره الريادي في الامة العربية لكن هذا الامر هل لا يزعج الارانيين الارانيين يعملون منذ عقد ونيف على مشروع استيطاني يعني مشروع ليس النفوذ وانما تواجد وعملية نفوذ كبير في العراق انا اعلم ان هناك مساعي لذلك ولكن انا اراها الان هي في بداية لكن جديد الامر انه عندما تكون الحكومة العراقية قادرة على انفاذ هذه المقترحات قادرة على ان تستبدل الطاقة التي استورد من ايران بطاقة اخرى عليها ان تعمل على استخدام العقول البشرية العراقية في عادة ترتيب المحطات الكهربائية وبالتالي انفاذ المشاريع التي تم توقيعها بين كل من الستوم والشركات الكهرباء العالمية الالمانية يعني هنا يدفعني لسؤالك حول تصريح يمثل الحكومة يعني وزارة الكهرباء حددت على لسان المتحدث باسمها مصعب المدرس خطة الاستقلال عن الكهرباء الايرانية بثمانية عشر شهرا كيف تقرأ هذا التصريح وتحديد اطار الاستقلال عن الكهرباء الايرانية او الطاقة الايرانية خلال هذا الاطار الزمني يعني هنا نحن علينا ان نعلم ان هناك عقوبات فرضت على الجانب الايراني والعراق جزء من الدول التي عليها ان تلتزم بهذه العقوبات وإلا فانها ستتعرض طبعا الى علاقات سياسية اقتصادية وقد تتأزم العلاقات مع الولايات المتحدة الامريكية الرعية للعملية السياسية في العراق الايرانيون سيسعون الى استخدام جميع الطرق التي تؤهلهم الى التغلب على هذه العقوبات نحن نتكلم عن 1200 كيلومتر هي مساحة الحدود ما بين العراق وبين ايران قد تستبدل هذه الطاقة ان سطع العراق ان يوجد خلال سنة ونص نحن نتكلم الآن الخطة الميدانية لوزارة الكهرباء العراقية تتمثل بسنة ونص اذا هل ستستمر عملية الاعتماد على هذه المواد لتشرير الطاقة الكهربائية لمدة سنة ونص هل سترضى الولايات المتحدة الامريكية ان تقبل ان تجدد العراق دائما ثلاثة اشهر اخرى اذا نتكلم ليس عن فترة قليلة نحن نتكلم عن فترة سنة ونص نتكلم عن زمن مفتوح وعن قابلية للتجديد لكن هنا انا اتكلم عن ان الايرانيون يعلمون حقيقة الامر انهم ان الايراقيون الحكومة الايراكية لا تستطيع ان تستغني عن الغاز الايراني اولا ولا تستطيع ان تستغني عن استيراد الكهرباء لانعدام الطاقة الكهربائية ولقدم المحطات ولعدم وجود عملية الصيانة المستمرة لها وبالتالي ننسى ان الفساد السياسي كما هو في الايراق هناك فساد اقتصادي من ضمن المؤسسات التي تحظى بالفساد نحن نتكلم عن 35 مليار دولار سورفة على الكهرباء من بذات الغزو الامريكي للعراق الى حد الان اين هي ذهبت هذه الاموال وهل تم اصلاح منظومة الطاقة الكهربائية ان كانت انا ارى ان هناك الادوات هذه الادوات التي تكلم عليها هي التي تمنع عملية الاصلاح تمنع عملية تنفيذ الخطط البديدة لعدم الاعتماد على ايران لتبقى ايران هي المسيطرة وهي المتنفذة بالوضع السياسي الاقتصادي الامني الاستخباري في الايران الضغط الايراني او الاحتياج لاران هل ترى سيد اياد سيبقى هو صاحب اليد العليا للتحكم في الداخل العراقي اذا ما قرناه بالضغط الشعبي الضغط الاحتياج الضغط الامريكي ومتطلبات الطاقة لنطاق واسع في العراق هل تبقى الاحتياج لاران والضغط الايراني صاحب اليد العليا في المشهد أنا حتى أكون واضح وصريح في عملية أنه عندما نتكلم ميدانيا وتكلم بالعمق السياسي والعمق المشروع الإيراني أنا أقول لك لا زالت إيران هي المسيطرة المشروع الإيراني هو لا زاله المشروع السائد في العراق لا زالت الأدوات الإيرانية هي الفعالة ولكن هناك كما نقول كما قلت الضغط الشعبي بدأ الشعب العراقي في وسط الجنوب العراق وكذلك في امتداد من شماله إلى الجنوب خبر وعرف حقيقة المشروع الإيراني وعلم أن الإيرانيين لا يبحثون عن سعادة الشعب العراقي إنما يبحثون عن مصالحهم يبحثون عن سيطرة على العراق يبقى العراق ضعيفا وبالتالي أتحكم بحياة الشعب العراقي رأيناها كيف تحكمت إيران عندما في بداية شهر تموز وآب من هذه السنة كيف منعت وقطعت الكهرباء عن الشعب العراقي الذي تدعي أنها ترتبط به بعلاقة وطيدة وأنها حريصة على الشعب العراقي وعلى علاقة مع الحكومة العراقية مقابل ماذا؟ مقابل استحقاقات لم تبلو أكثر من مليار دولار نعم زيدي نقطة مهمة أترت وهناك تحدي الفساد في الداخل العراقي على صعيد عمل هذه المؤسسات مقارنة سريعة جراها بعض الخبراء الكويت المجاورة تولد كمية الكهرباء مماثلة للعراق لكن وزارتها توظف 12 ألفا مقارنة ب140 ألف في العراق الفساد كيف يمكن أن يعرقل هذه الجهود لعمل مؤسسات خدمية تخدم الشعب العراقي سيدي باختصار باختصار أنا أقول لك لازالة العملية في العراق يكون هناك فسادا اقتصاديا يواكب العملية الفساد السياسي لوجود أياد وكتل وحزاب سياسية سلطوية هي التي تتحكم بهذا الأمر وهي التي تسيطر على جميع لذونات الصرف وعلى جميع الموازنات التي تتعلق بعملية الخدمات والمشاريع التنموية التي لا يمكن خروج عنها يعني هنا هناك سيطرة والأحزاب معظم الأحزاب السياسية تسعى إلى وجود هناك لديها لجان اقتصادية داخل تكوينها السياسي تسعى إلى كسب بعض الأقوة إذن لماذا كل هذه التصريحات لضرورة الخروج عن تعاون مع إيران في مجال الطاقة على الأقل في أقل من دقيقة سيديات يعني هنا أقول أنه سيكون هناك هذا اللي تفضلت به مهم جدا هنا سيكون هو الدور الحكومي ودور هذه الحكومة الجديدة هل ستستطيع أن تستقل بالقرار السياسي العراقي هل ستستطيع أن تخرج من خارج النفوذ الإيراني هو أحد الامتحانات الصعبة لعادل عبد المهندي إياد العناز الكاتب البحث السياسي العراقي كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك سيديات شكرا جزيلا لك